بس قبل ما نعدي النقطة دي كريمة نعايزة اروح معاك ليه سريعا جدا لان انا بحب اشوف برضو العالم بعد حدث كبير بيقول عنينا ايه ده مهمة اوي اروح معاك لصحيفة اس الاسبانية ايبا بص المنشتات الاسبانية تحديدا اقلت لك ايه اسبانيا تموت كما حدث في روسيا لعبة الالف تمريرة بتصطدم بجدار لا لسه ده فيه منشتات اقوى كمان صحيفة مانديو ديبار قالت اسبانيا تودع بركلات التارجيح والمغرب تصنع التاريخ وده حقيقي صحيفة ماركة الكبيرة طبعا الاسبانية من اكبر الصحف هناك عنوانها كده قال بعد وداع منتخب بلادها لمنافسات كأس العالم في دور الستاشر فشل اسبانيا المغرب يرسلنا الى الوطن حصل يعني في شفافية هناك حانتش بقى تلع قالك لا احنا تظلمنا لا احنا مش عارف ايه ما فيش الكلام ده هو كان فيه تقلق من الجانب المغربي وكان فيه عدم تقلق من الجانب الاسباني مش هنقول عدم تقلق قوي ولكن ما كانش فيه توفيق خلينا نقولها بأيذا الشكل المنتخب المغربي قدر ان هو يثبت جدارة اكبر بشكل كبير حتى لو المطش انتهى احنا على فكرة مبارح انا مش توقعت انها هتبقى دربات ترجيح فاكر انا قلت ربما هذا المطش ينتهي بالدربات ترجيحية يعني مش خبيرة يعني بس ده كان احساس بيصدف احيانا بس الحمد لله ان احنا عدينا هذه المرحلة نتمنى كل التوفيق وقلنا تاني ربع النهائي كريم اشد صعوبة اشد او جدية وموضوع هيبقى اصعب بكتير بس طول ما انت عندك ثقة طول ما انت عندك ايمان طول ما انت جاهز كمان عندك جاهزية مش حاجة اعتقد ان هي نقصاك والمغرب تحديدا كمان محظوظة ان انت بتتكلم على كاس العالم اللي هو في دولة عربية وملايين المشاجعين والمشاهدين كمان موجودين يعني انت بتكلم عن المشاجعين العرب في هذا المونديال تحديدا عددهم كبير جدا فانت مش حاسس بغربة مش حاسس ان انت برا اهلك بالعكس انت كأنك بتلعب وسط المغرب وعاك كل المشاجعين وملايين مشاجعين سواء في الاستاد او في العالم كله فكل الخير ان شاء الله طبعا الصعوبة مش بس هتزداد دي هتتضاعف وحتتضرب في خمسين مليون ضاعف ولكن الحقيقة اللي حصل حتى هذه اللحظة ان المنتخب المغرب اثبت وبالدليل القاطع وبما لا يدع اي مجال للشافة ان المستحيل ليس مغربيا الاستاذة حاناني الشفاع في نهاية الحوار التليفوني ما بيننا ما بينها كانت بتشكر ناس كتير او احنا عايزين بقى احنا بدورنا احنا اللي نتوجه لكم بالشكر احنا اللي بنشكر منتخب المغرب على الفرحة العرمة اللي فرحوها لنا بنسكر منتخب المغرب عشان اكدولنا حاجة كان كتير جدا مننا متشككين فيها فكرة ان احنا ما نقدرش فكرة ان احنا ما نوصلش فكرة ان احنا ما عندناش المقومات اللي تخلينا نناطح الكبار لا شفنا شفنا ولمسنا بادينا وبشكل يمكن لفت انظار العالم كله بعيدا عن ان احنا كعرب وكافرقى اكيد منحزين للمغرب بطبيعة الحال لكن حتى الصحافة الاسبانية نفسها العناوين انها ودأت لحضراتكم عليها بتؤكد هما الناس اللي هما لسه وغدين الضربة وهي لسه سخنة وطازة دي كانت تعليقاتهم ودي كانت منشطاتهم في صحفهم المختلفة شكرا للمنتخب المغربي انه رجع لنا الروح ورجع لنا الثقة وبالمناسبة احنا اكيد مستنين منكم المزيد ان شاء الله في الفترة